شاركت وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشاط في جلسة النقاشية حول تمويل تحول الصناعة في إطار الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الدولي ستوك هولم بعد خمسين عاماً وذلك بهدف المؤتمر أو يهدف المؤتمر للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للمناخ والإطار العالمي للتنوى البيولوجي لما بعد 2020 وكذلك تشجيع خطة التعافي الخضراء عقب جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر